إيه اللي ممكن يعيك التواصل بين أم وبنتها أم وابنها الزوج وزوجة أين كان إيه هي معوقات التواصل يعني فيما يخص الأسرة بالذات حتة الانشغال الزيادة قوي يعني طبعا الوقت داق على الكل ما بنقولش أنه في ناس يعني الدنيا مراحة معاها والناس تانية هي لوقتها مشغول أي الأغلبية عندنا كلنا عندنا مشغولية في الوقت الوقت مش مكاف في كل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها لكن يقولوا أنه ما بتبقاش المشكلة في ضيق الوقت لكن المشكلة في تنظيم الوقت صحيح لازم أحط أولويات ما بينفعش أن أنا أسيب المشغولية تاخدني وما يكونش في أولوية فلو أنا مصدق فإن العلاقات أهم من الإنجازات ساعتها هارف ألاقي وقت فيمكن مش هعمل الأكل اللي أنا لازم أعمله النهاردة أو اللي أنا شايف أنه لازم أعمله النهاردة عشان أوفر وقت إن احنا نقعد ونتكلم لأن دا أهم يعني في بعض ناس لما وفقت وصدقت في أهمية الأولوية في الوقت وكان شغلهم يسمح بدا كان شغلهم شغل خاص يعني فقالوا طيب خلاص إحنا ما عندناش منع نقلل وقت الشغل ونقلل الدخل علشان نلاقي وقت إن احنا للحوار والبناء العلاقات داخل الأسرى استثمار الأطفال أو الأولاد بيبقى أهم استثمار في حياة الإنسان فممكن يشتغل طول عمره دياما ناس بتسافر بره علشان تجيب فلوس وتعمل وفي الآخر بتندم على الوقت اللي ضيعته بعيد عن ولاده بالضبط كلام حضرتك صح جدا دا بيأكد الفكرة إنه إحنا متلخبطين في الأولويات متلخبطين في إيه اللي هو مهم وشايفين إنه مدامنا كله بعمله عشان ولادي ما اختلفناش بس اللي أنا بعمله عشان ولادي دهوت في حاجة مهمة وفي حاجة أكثر أهمية وحاجة أقل أهمية فالتواصل معاهم دا بيبني شخصياتهم بيبني نفسياتهم بيسدد احتياجاتهم فبيطلعوا أقوية في مواجهة الحياة فما بيطلعوش أقوية بس عشان دخلتهم دارست كويسة ولبستهم كويس وأكلتهم كويس ده مطلوب ده اعتناء مطلوب بيهم بس الحقيقة الكواليتي تايم الوقت القيم اللي بدي الأولادي في كل مراحل سنهم ده هو اللي بيطمني إن الشخصية دي شخصية شبعانة مليانة وثقة من نفسها بابا لما يسيب اللي وراه ويقعد معايا من غير شرح من وانا طفل صغير حتى عندي سنتين هسدق في نفسي إن أنا حد مهم وحد محبوب ولو قيمة لأنه بابا بيقضي معايا وقت يعني أحب أشاركك بجملة كده كنت قريتها إنه ليه قضاء وقت قيم مع شخص ما بيبعت رسالة محبة قوية جداً لوحده من غير ما قوله أنا عملته لسويد لأن أنا هبقديت الشخص ده جزء مش من وقتي بقى جزء من حياتي أنا مش عارف استرده تاني بدي عطيه غالية جداً أغلى حاجة عند الإنسان هو وقته بالضبط لأن هي حياته صحيح